اكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على الاهمية التي تحظى بها مصابقات القرآن الكريم في مملكة البحرين على المستويات المحلية والاقليمية والدولية منوها بما تشهده من تنافس يسهم في مواصلة ترسيخ اهمية القرآن الكريم والعلوم الاسلامية ويعزز من مكانة حفظة كتاب الله من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة في المحافل المختلفة مشيرا الى الرعاية والاهتمام الذي تلقاه مسابقات القرآن الكريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي كان لها عظيم الاثر في تحزيز علوم الدين الاسلامي ونشر تعاليمه بين الجميع جاء ذلك لدى رعاية سمو حفل ختام جائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم السادسة السادسة عشر الذي اقيم في جامعة مركز احمد الفاتح الاسلامي بمشاركة 140 مشاركا من نخبة الحفظة والمجودين للقرآن الكريم من سبعين دولة من مختلف قرات العالم حيث اعرب السمو عن اعتزازه بالفائزين في الجائزة والمشاركين الذين ابدوا مستويات متميزة على مدار اربعة ايام متواصلة وثمنا الدور الذي تقوم به جمعية خدمة القرآن في تنظيم هذه المسابقة الدولية في نسختها السادسة عشر وجهودها المبذولة في خدمة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية ودعم حفظة كتاب الله وتشجيعهم وتكريمهم بصورة مشرفة في الدورات المتتالية لجائزة سيد جنيد عالم الدولية والقى رئيس مجلس ادارة جمعية خدمة القرآن الكريم اسحاق الكهجي كلمة في افتتاح الحفل الختامي للجائزة اشهد فيها برعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعمه لكتاب الله عز وجل والعناية بحفظته مقدما شكرا وتقديري لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على رعايته للنسخة السادسة عشر من جائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم كما اثنى على الجهود التي تبذلها وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف متمثلة في ادارة شؤون القرآن الكريم والدعم السخي والمتواصل من مؤسسة سيد جنيد عالم للجائزة الدولية في القرآن الكريم واشار الكهجي بان هذه الجائزة انطلقت منذ ستة عشر عاما حاملة على عاتقها خدمة القرآن الكريم واهله مساهمة بذلك في دور مملكة البحرين الرائد وحضورها المميز في مختلف الميادين وفي مقدمتها خدمة القرآن الكريم وحملته ودعم المؤسسات والمشاريع القرآنية بشتى أنواع الدعم ثم استمع الحضور إلى نماذج من تلاوات المتسابقين في الجائزة الذين شنف بصوتهم أسماع الحضور حيث تلأ أولا المتسابق الروسي إبراهيم أيام الدين ثم تلأ المتسابق البحريني محمد سمير مجاهد وأخيرا اختتمت التلاوات القرآنية بتلاوة المتسابق إلياس حجري من المغرب ثم ألقى رئيس الجائزة عبدالغني قحطان العمري كلمة بهذه المناسبة أعلن خلالها أسماء المتسابقين الفائزين في فرع حفظ القرآن الكريم حيث فاز في المركز الأول على حبيب الشهوبي من دولة ليبيا المركز الثاني يحيى بلال يوسف من مملكة البحرين المركز الثالث محمد عيسى حاج أسعد من سوريا المركز الرابع محمد بلو أبو بكر من جمهورية نيجيريا الاتحادية المركز الخامس إلياس نجيب حجري من المملكة المغربية أما فرع التلاوة وحسن الأداء فقد فاز في المركز الأول محمد سمير مجاهد من مملكة البحرين المركز الثاني أحمد مشحوت عبد الشافي من جمهورية مصر العربية المركز الثالث عبد الكريم الري من جمهورية تركيا المركز الرابع إبراهيم خالد عبد يحيى من دولة فلسطين المركز الخامس أحمد دريس السميحي من المملكة المغربية وضف العمري أن التصفيات النهائية شهدت منافسة كبيرة بين المتسابقين مؤكدا أن لجنة التحكيم ضمت هذا العام نخبة من كبار المتخصصين في القرآن وعلم الأصوات من البحرين ودول العالم الإسلامي مباركا للفائزين هذا الفوز في الجائزة ومتمنيا لبقية المتسابقين التوفيق في المسابقات القرآنية القادمة كما أعلن رئيس الجائزة سعي الجائزة إلى زيادة عدد الدول المشاركة إلى 85 دولة في الدورة القادمة وزيادة عدد المشاركين إلى 420 متشاركا لتقام المسابقة على مرحلتين ثم تفضل رعي الجائزة سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتكريم المشايخ أعضاء لجنة التحكيم بالجائزة والفائزين بالجوائز الأولى في الجائزة وبقية المشاركين كما قدمت أسرة عائلة سيد جنيد عالم هدية تذكارية لرعي الحفل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة تقديرا لسموه على هذه الرعاية الكريمة لأهل القرآن الكريم في الجائزة